السلام عليكم واجعله بكنا من حركان الإسلام واشتركنا نبينا وسيدنا محمدًا عبدالله وعسوله أفضل من صلى وصام وحج لله وقام صلوات الله عليه وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسانه إلى يوم الدين وسلم تسليما كثيرا ثم لا فعلى باركة الله يستعمل في دروس العلمية في الحرب المسلم القرآن في تفسير كتاب الله عز وجل وشارك حديث واسمول الله صلى الله عليه وسلم فنحن بهذه الأيام نستقبل هذه الفريضة العظيمة وهي حج إلى بيت الله الحرام وكذلك هذه قلائع وفود انجال بيت الله الحرام وصلت ولله الحمد والبنة في المسجد الحرام فأني أن لهم سلامة الوصول وقلوه المنبول وحياهم الله بياهم وأهلا بهم وسهلا حلبتم نهلا يا حجات بيت الله ووضبتم سهلا ترحب بكم بلاد الحرامين الشريفين قيادتها وغداتها وعلمائها وأبناؤها كيفنا وأنتم ضيوف الرحمن فلكم علينا الحق الحسن الاستقبال والإكرام وأنتم عليكم واتب عظيم في معرفة أحكام المناسك والتفرغ بهداء العكالة وشكر الله جل وعلا على ما من به عليكم من الوصول في رحاب هذا الحرم الآمن المعظم المقدس فواجب علينا جميعا أن نعيف آدابه وأن نلتزم الأخلاق فيه وأن نتعامل مع إخوان المسلمين معاملة حسن لتتحقق لنا الوجوب والمتوبة من الله عز وجل وكذلك الهكم والغاليات والأهداف التي من أجلها شرعت هذه الفريضة العظيم وما أحسن أن نقف مع آيات السياء عفو مع آيات الحج في سورة الحج وفي سورة البقاء ومنها قوله تعالى وأتم الحج والعمرة لله الهيات إلى قوله سبحانه الحج أشهور معلومات إلى ختام آيات الحج في قوله سبحانه وادفر الله في أيام معلولات فمن تعجل في يومين فلا إثن عليه ومن تأخر فلا إثن عليه لمن انتقى واهتق الله واعلم أمن إليه تحشرون وآيات الحج في سورة الحج التي بدأ الله بقوله إن الذين تفهم ويصدون عن سبيل الله والمسجد الحرام الذي جعلناه للناس سواء العاكف فيه والباب ومن يرد فيه من الحاب بغل يرد من عذاب أليم إلى ختام آيات الحج في سورة الحج إن طوله سبحانه إن الله يدافر عن الذين آبا والمتأمن في آيات الحج يجد أنها ركزت على مكانة الحرام لهذا ينبغي على المسلم أن يعرف مكانة بيت الله الحرام إن أول بيت يضع للناس للذي مبكت مباركا وهدى للعالمين فيه آيات مبينات مقام إبراهيم ومن دخله كان آمن ولله على الناس حج البيت من استطاع إليه سبيلا ومن كفر فإن الله رمي عن العالمين وفي قوله سبحانه وإذ بوأنا لإبراهيم مكان البيت أن لا تشرك بي شيئا وظاهر بيتها للطائفين والطائمين والركع السجود فيلاحظ هنا الإشارة إلى التوهين وإلى العقيل التي تستطيع وعدم الإشراك بالله لأن البيت إنما مؤسس على التوهين والحج إنما جرع لإعلاء التوهين لله إنما تحل الطوارف في البيت والسعي بين مستقى والقوة ورمي الجنار لإقامة مكر الله وآيات التوهين في الحج جاءت في نوابة ستة عجرة موضعا كل ذلك على مكانة دلالة على مكانة التوهين وأن على الحاج أن يعنى بالتوهين لله ولهذا قال جابر رضي الله عنه كما في سياق حكة النبي صلى الله عليه وسلم في صحيح المسلم أهل رسول الله صلى الله عليه وسلم بالتوهين وهو شعار التلبية لبيك الله ربيك لبيك لا شريك لك لبيك إن الحمد والنعمة لك والنكة لها شريك فالعناية بالتوهين أمر منهم ينبغي أن يرنى بالحاج بل في عباداته كله الإخلاص لله وترهيل وإفراده من العبادة وعدم الإشراك به لا يتوجه الحاج إلى غير الله في أدام هذه المسلمة فلا ينفع في الحاج شعارات سياسية ولا نعارات طائفية ولا خلافات وصراعات منهبية الجميع إخوة يجمعهم الكتاب والسنة وحدة السمان والمكان والسي والملفس والطاهر والباطن ولا سي ما هو في هذه المحاب الطاهر في هذا البيت العتيم الذي أمر الله بتعظيم فتعظيمه تعظيم لشعائر الله ذلك ومن يعظم شعائر الله فإنها تقوى القلوب ذلك ومن يعط الحرومات الله فهو خير له عند ربه فالحج عبادة وتقديس لا شعارات وتسييس الحج عبادة عقيدة سلوك إسلام وحطار وإنسان وقيم وأخلاق ينبغي أن يستفيد منهم السمود دروسة الوحدة والتغام والانتصال بالكتاب والسنة والاجتماع على كلمة التوهيد وعدم التفرق والاختلاف كما قال تعالى واعتصد بحب الله جميعا ولا تفرق في بداية آيات الحج في سورة البقرة قال تعالى وأتن الحج والعمرة لله الوام هنا عاطفا على الآية التي قبلها وهي قبله سبحانه وأنفقوا في سبيل الله ولا تركوا بأيكم إلى التهلك وأحسن إن الله يحب المحسنين وأدموا الحج والعمرة فيلاحظ في السياقات أن الآيات جاءت أولا بالعقيدة والإيمان ثم جاءت من خامة الصلاة في أول سورة البقرة الذين يكونوا الصلاة ومما رزقناهم ينفقون ثم جاءت آيات الإنفاق التي هي أيضا منها الزكاة المفور وبعد الزكاة جاءت آيات الصيام ثم كبروا الإنفاق لمكانته ثم جاءت آيات الحج فهو تسلسل منطق في حمية أركان الإسلام وتمتيمها وأتم لاحن العبار والسياق المرآن بقوله وأتم ما قال وأد الهج وأد الهج وقوضون بالحج لا عبر من أتم لأن الإجمام فيه معنى الكمال والإتقان فيه معنى الإتقان والإحسان فلسه مراد الحج حج الجسد وحده وإنما إتمام الحج بالإكماله وإتقامه وألاء شروطه وواتباته وأركامه وسننه وهذا أبرق من قوله وهد الحج لهذا أخذ الفقهار رحمة الله بقوله وأدم أن من بدأ بالنسك فإنه يجب عليه أن يدم ولا يدم أن يفسق بحرام إلا بعد تمام المناسب وهذا معنى قوله سبحانه لأيو الذين آدم وطير الله وأطيع الرسول ولا تبطل أعمال قال وآتن الحج الحج في اللغة القصد وماذا قاله تعالى ولا آمنين البيت الحرام أي قاصدين البيت الحرام وفي الشرعي عبادة مخصوصة في زمن مخصوص لنشخص مخصوص عبادة مخصوصة وهي أدى الحج بأركان الذي يبدأ بالحرام وينتهي بطوافر ودعم يعيب هذا مخصوص ويعبر بعض الفقهار في تعريفه بخوله قصد ما كده بعمل مخصوص من شخص مخصوص بنيته مخصوص وطولنا في زمن مخصوص التي هي أشهر الحج الصبح الواحد يحيط في النماء ما قولك الجمال الحج أشهر مع الهمات أسهر والأبس من المواقيد والمواقيد بسهر مواقيد زمانية وهي الأشهر أشهر الحج المعروف التي هي شموار ودن قاعدة دن قاعدة بالفتح على الأفصح ويفيز دن قاعدة والشهر الثالث تلحج هذه الأشهر الثلاثة هي أشهر الحج أما المواقيد المكامية فهي التي ذكر عن أبي صلى الله عليه وسلم ثم في حديث لعمر رضي الله عنه وفت رسول الله صلى الله عليه وسلم لأهل الشار الجيبة ولأهل يمن يمن يلملم ولأهل أجد أرض وهكذا في بقية المواقيد الخاصة جمع أجاب بقوله عرب العراق يرملم اليمن ومن الحليفة يحرم البدن وجهت الشام أو الشام إن مررت بها ولأهل نجل قام فاستمين اللي يقض المنازل له السين الكبير ويحدي لقاط الهدى هذه نواقيت زمانية بقوله الحج ومشهور معلومات والمجالية جاء النقال والعمرة العمرة في اللغة الزيارة وفي اسفلح زيارة في المسجل الحرام لعمل المنصوص بوقت المخصوص ولا مفتوح نفتو بأي وقت أدى العمرة هل العمرة واجبة والسنة اختلف البرمان لذلك على قولين فذهب الجنوب لا وجوب لا وجوب العمرة فمن حج بيت أو اعتمد حج عن امريكا واعتمر وأنت حج وتعتمر دخلت العمرة في الحج إلى يوم القيام ويا بعطار العلم أنها سنة والصوان والنعام واجبا مرة وحدة وكذلك الحج واجب للمرة واحدة الحج مرة حينما قال صلاة بالبان كل عام يا رسول الله قال لا ولو كنت نعم لوجبا وهذا من هسر الشريعة وأيضا من رأفة النبي صلى الله عليه وسلم ورحمته بأمته كم اعتمر النبي صلى الله عليه وسلم من عمر اعتمر أربع عمر أربع عمر الاعتمر في رمضان لا ما اعتمر في رمضان لكن أمحث كن معقل أن تعتمر في رمضان وقال إنها تعليم حج وقال حج تبع وكل عمر النبي صلى الله عليه وسلم في ذكا أولها عمر الحديث التي صدها المشركون صده المشركون عنه ثم أعادها في العام القادم تسمى عمر القضي أو عمر الطباء أو عمر المتضاء عمر الثالثة اعتمر عليه الصلاة والسلام في ذلك القعدة مغفله من غزو تحنين من الجعران والعمر الطابعة التي حصلت في رمضان أما الحج حتى تحدث رحم هو حج الوداع مما ينبغي حقيقة يألف المسلم مكانة الحج أنه وفن مغلان الإسلام وفي الحديث قولي الإسلام على خمس لكفة منها الحج إلى بيت الله الحج ومن حكمة مشروحية الحج مبتا من أهل العلم استماقا من آيات الحج الشهد ليشهدوا منافع لهم وجاءت منافع بأسلوب نكرة في سياق الامتنان لتعلم كل المنافع الإبليا والنورية والصحية والخوصة والاستماعية بل حتى المادية والتجار ليس عليك شو ناحل أن تبقوا فضلا من ربك الحج حفظكم الله متى فرغ فرغ في آخر إسلام فرغ سردة تسع من الهجر وهذا أيضا من يوسف الشريح فجاءت الحكمة في تأخير فرغة الحج فرغت أولا الصفاء ثم الزكاة ثم الصيام لماذا لأن الصلاة لما تنتهي وهي تتكرى خمس مرات ثم الزكاة لكونها قريمة الصلاة لما ذكر الله تب رعب في كتاب ثم الصيام لتكتب كل سنة ثم الحج لأنه مرأة واحدة من أمور وعدم يسري الشريعة نعم الحج روكل من أعبال المسلام فيض بإجباع المسلمين وهو فرض في عمر المبرح على المستطيع وما زال على حج غريبة فهو تطول إن الصفاء والنروة تنشعر لله ومن الحج البد أو الامتمر فلا جناح على اليدي نطور بهم ومن تطوع خيرا رحم الله شاكر علي شروط وجوب الحج ذكر الفقهة أن شروط وجوب الحج خمسة شروط شروط هو للإسلام فلا يصح من الكافر الثاني العقل فلا يجب الحج على قيمة الثالث البلوغ فلا يجب الحج على الصغير لكن لو حج فحجه صحيح وثوابه لأهره لأمه أو لأبيه الذي هو في نعيده ودليل ذلك الماء التي وقعت صبييا للنبي صلى الله عليه وسلم فخارت لهذا حج خام ولك تجرب ومن شروط وجوب الحج الحرية فلا يجب على المملوغ لأن المملوغ من سيدي وكل وقت مشغول بجنبتي وسيدي وشرط الخامس الاستطاعة والاستطاعة هي وجود الزاد والراحية كما استرعى ابن عباس مريض وعنه والحقيقة أن الاستطاعة أيها أعام من ذلك مثلا اليوم في تنظيم الحج قد يكون بعض المسلمين فيما قد دول ما يأتيه لدوه في الحج إلا متأخر حالا عميلا فهو قد اتفقى الله ما استطاع من استطاع عدنيه سبيلا وتزيد المرأة شرطا ثالثا وهو وجود المحرم وهو من تحرم عليه لأن يحرم جوازها منه وجوازه منها لنسى كأبيها وأخيها وابنها أو سبب مبال كالرضاع والمصارة فهي وجوب فروض وجوب الحج فينبغيها أن يعني المسلمين لتحقق هذه الشباب كذلك كذلك ينبغي على المسلم أن يتفقق أحكام المناسب ويسأل أهل العين عفما يسكلوا عليه قبل أن يفعل المناسب والمناسب على بعض المسلمين فقر الله وافياهم للخير أنهم يفعلون المناسب ثم يطعون في الخطم أحيانا في البعض الواجباء أو بعض الركان ثم دون يسألوا الأولاء المسان يسألوا يتفقق في أحكام المناسب قبل أن يفعلهم والعلمون لله الحمد لله ممكن وممكنهم وممكنهم أن يصبح كتابا كتابا من الكتب الموظوخ في حج النبي صلى الله عليه وسلم أو في المناسب ومنها كتاب الشيخ الشيخ العزيز من البعض حيث الله أن تحديده بالنقاح وكثير من مسامل الحج والرهات والزيارة وهو كتابا نفيس جاءت فيه سياقات الحج على وفق الدليل من الكتاب والنبي صلى الله عليه وسلم نعم ما هي أركان الحج أركان الحج ما هي أولا الإحرام هذه من الوقوف بعرض ثالثا راف السب هذه أركان الحج من إحرام طواب والرهات الضوام وهو بقية واجبات وهي سبعة منها مثلا إحرام من النقاح المعتبر لأهد الذين ينموا عليه أُنّ لأُنّ وَهِمَنْ أَتَى عَليِهِنْ مِنْ غَيْهِنْ مِنْ أَنْعَالِ حَجَّ اول رمضة. كذلك من الواجبات الى الى مستعفى بمنى ومن الجمعات الحلق او التبصير والرهداء مما ينبغي ان يطهروا بخالج. كذلك اذا احرم الحاج. اذا احرم فان عليه ان يجتمل المحضورات. اسمه قام المراضي بالحرار. وهي جسع محضورات. قبل ذلك الحج فاله عبادة مالية. هنا عبادة بدلية. لان العبادات ثلاثة عبادات بدلية محضور. كالصلاة. اثنين عبادات مالية محضور. مثل الزكاة. بدمية مثل الصلاة والصلاة والصلاة والثالث بدمية مالية ومنها الاستطاعة. الاستطاعة الجسدية والقدرة المدنية والمالية. اللي ما يستطيع. لا يكلف الله نفسه الا او سعر. مما ينبغي انه يعلم انه في الاحبار ينبغي انسان يحرم عن نفسه وتجوز البيابة في الحج الشيخ الكبير او اللي ما يستطيع او المريض من المرضى اللي لا يتجبره ولا يشد الحنسان على نفسه. وما جعل عليكم في الديني لحاج. يريد الله بكم اليسر ولا يريد لكم العزر. فيحرم الانسان عن نفسه. ولو كان نائبا عن غيره فلا يحجز له وما ينبغي عن غيره حتى يؤدي الفيضة عن نفسه. بالحديث الذي اخرجه او ابو بارول واحد بيهق باسلام جيد حجزت عن نفسك قال لا قال لحج عن نفسك ثم حج عن شبهما. فالرجم الذي لو ان تكون هجزه عن شبهما انا اخرج في او بريم الريم. من شروطه بالحج على المرأة المحرم. وفي هذا تكريم للمرأة. والناس الحسب من هذا تصور في حقه. هذا تكريم له. ان المرأة بطبعها تحتاج لمن يعيده. يساعده. فالزم الاسلام فالمحرم ان يكون معها في الحج. واذا لم تجد محرما فانه يسقط عنها الحج. فنكر بعطال العلم منه بعط الشافعين. جواف ذلك مع وفقة مهنونة من النساء. لكن النصوص صريحة. لا تسافر الغوائب الله فالله فرحم. والنبي صلى الله عليه وسلم. قال للرجل الذي سأله أن أخرج في جيش كذا وكذا. وامرأة تريد الحج. قال فالحج مع امرأتك كما قلت عليه الخليدي في عباس قضي القومة وفي الصحيح وغير الله يحلوا بامرأتهم تؤمنوا لله واليوم الآخر تسافروا مسيرة يوم وليلة إلا ومع آذروا معهم أنا ما يتعلق به شروط الحج على الرجال وشروط الحج على المسلم الاستعداد للهج مفضل الحج هو فضل عظيم لكننا في الأزهار المتنخع وما عدتنا في السخاب نقول للإخوان الذين يريدون الحج إن أبواب عشي كثير فحقيقة المسلم يمضي أن يحرص على الحج وأن يُرثى إخوانا المسلمين الذي لم يحصل لهم الحج هو أبواب الحج هو الخير الكثير لأنه في حالة من يريد الحج أو في عالم أوجه الخير المعوذة مواقف الحج قلنا لهم أنها نوعان زمانية ومكانية الزمانية هي شوال ذو قعلة ودو الحجة عند جمهور عشرة ذلك الحجة ينبغي من المعاضحة أنها بتجرب وأنها بخار وأيضا يغتسل إن تمكنوا هذا سنة وليس بواجب وأيضا يتطيب في مدابين لأن تطيب الإساق الإحرامين من المنظورات أو بعد ما يحرم أول ما يبدأ الإنسان كما قلنا من الإحرام والإحرام ليس كما يفهم بعض العام من الجبل الإزاء والرناء لا الإحرام النية إحرام نية الدخول في المسج وما نزع المخير وانتداد الإزاء والرناء إلا مظهر من مضايم الإحرام قال الشيخ الإسلام الملتيني رحمه الله لا يكون الرجل محرنا بمجرد ما في قلبه من قصد الحج ونية فإن القصد ما زال في القلب منذ خرج من بلده بل لا بد من قول أو عمل يصير به محرما ولهذا ينهل الدثور في النسو لم بيك مثلا حجا لمن أراد الحج مفيدا لم بيك عمرة متبتعة لها من الحج لمن أراد التمتع لم بيك حجا معمرة لمن أراد قامنا الحج والعمر لهذا أردت أن الأساك ثلاثة الرفاق والتمتع والقراع وقد اختلف العلماء رحمه الله في النباهة الإسلامية على ما هو أفضلها وعند الأفضلية نرجع إلى الدليل نجد مثلا في النبي عليه الصلاة والسلام ونجد من موار في القرآن موار في القرآن فمن تمتع للعمرة إلى الحج فورد في التمتع وأيضا المنبي عليه الصلاة والسلام حتى قارنا لكنه كان مريدا في التمتع وحتى قارنا بأنه ساق الهدم ومن ساق الهدم فلا يحل له أي يحل من إحرامه حتى يعني يفهم الهدي ولهذا لما كان في الصفة في الموعة عليه الصلاة والسلام واعتمر أصحابه ما لو استطلت من أمري ما استطلت ما سنت الهدي ولا أحللت معكم فدر لهذا على أن أنتم أنتم هو أفضل من؟ الأنساك وأفضل الأنساك فالتمتل ثم قرادا فإفضاد فتسمع طيب تهيئ بالإحرام تهيئ بالنفس تهيئ بالبدل الاستغلال التقل من الأظافر لأخذ الشعب لعلى الإنسان تطيبا لأنه متعقفا لأنه يريد وتططورا لأنه يريد أن نسوك كذلك تطيب تقول عائشة رضي الله عنها كنت تطيب رسول الله صلى الله عليه وسلم لإحرامه قبل أن يحرم وإعجله قبل أن يطوف بالإحرام تهيئ تهيئ إن شاء المحرم أن يتطيب في بدنه فهو حسن يعني قبل قبل الإحرام ولا يؤمن المحرم قبل الإحرام لذلك فإذ النبي عليه الصلاة والسلام لم يفعله ولم يعلم الناس به كذلك التجرد من المخير للذكر والحكمة من هذا الأولماء انترفوا يعني نجاة تهيئة بالنباد فانترفوا وانتصار بصفة أخشوه والثيلة لله عز وجل هذا من الأمور التي ينبغي أن يرعي لها المهل هل الإحرام صلاة الصحيء من قبل الإحرام ولا مهل الإحرام ليس له سنة لم ي عليه الصلاة والسلام أهل بالإحرام بعد فريغة الظهر معنى صلى في ذنب ليفة لقاد أهل المدينة ثم ركب رحلته وأهل أخذ منها معروفة ذنب الأولى أبناء ذنب الإحرام ركعته والأمر فذلك بساعة إن شاء قال العلامة المقيم رحم الله في السياق هذه النبي صلى الله عليه وسلم في الحج ولم ينقل عنه أنه صلى الله عليه وسلم صلى للإحرام ركعتين غير فرق نعم 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 من الأولوعي التي قلت يعرفها المسلم وإن يحلعها حال الإحرام المحبوات 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 أيدي سأل أول حلق الشر قال تعالى فإن نسلم عندهم فما استيسر من الهد إلى قوله سبحانه وتعالى في قوله في آية بقرة فمن كان من كل مريض أو له ألم من رأسه ففدية من صيام أو صدقة أو نسوك قوله في الآية فإن نحسرته هذا نزل بمناسبة إحصار من الله عليه الصلاة والسلام في قوله لما منع المشركون فناسب أن تأتي آيات الإحصار والإحصار في اللغة المنع وفي الاسطلاح المنع ومنع الحال أو المعتبر من الوصول إلى البيت بأي أنواع الإحصار وقد ذكر آل العلم في معنى هذه الآية أن الإحصار يكون بالعدل إما أن يمنعه العدو من الوصول إلى البيت عدل ما في حالة ختال أو مثلا قطاع الطريقة أو شيء قادي أنها يضع على وجود المعن الجاظين التي نعيشها ولله الحمد ومنه أو الإحصار بمرض قد يحصل الإنسان بمرض فالمشرك من هذا إذا لوع فإنه يتجرد أو يفسخ المزك و يكون عليه هدي فإن مزمتم فما استيسر من الهدي شكراحة بالعبارة فما استيسر من الهدي المعادة توسعة على الهدي لكنه لا يخرج لا يخرج عن الهدي الذي جاءت شريعة به وهو بهيمة الأنعام من ال إبن والبقر والغنم والمعس فما استيسر من الهدي هم في نجاجة ولا أرمم لا نابد فما استيسر من الهدي بهيمة الأنعام ثم قال وَلَا تَحْلِبُوُوسِكُمْ حَمْتَ يَبْلُقَ الْهَدِيُمْ بَهِمْ ثم جاءتوا لحف الشعر فمن كان من كمية أو بهذا المقرس حديد كعب من عجر جاء الممي عليه الصلاة والسلام والقبل الحبار المقرسي تتساق قاله ممي عليه الصلاة والسلام نحن نقرس نحن نقرس نحن نقرسكا وذكر عقيرة ما عليه واحفظه من صيام أو صدقة أو صيام لا بدأ إليها في كل مهيوم أو طعام من سنت المساكين أو ذبح ذبيحة بهذا ينضي على الذين يفتون بمجاج أن يسروا عليه بعض الناس كثيرا لأي واجب أو واجبات تجي تستفدين على كدم جاهز كلمش على كدم لا مو كلمش على كنا لدي دم في مهجات الشريعة أو السنة بإجابة دم على المخالف أو الذي وقع في محوم كل المحظورات التي جاءت جاء فيها التخيير بين صيام والصدقة أو المسك فالانتفاء فقط مجرد المسك هذا خطر في الفتوى المحظور الثاني تقريب الأظافر إذا أحرم المسلم فلا يقلم أظافره ولا يقص ولكن لو إن وقع في خطر بعض الناس لا يملك المسلم لا يقص يقص هذا ما حرجع عليها شعبه الذي يأتي خطأاً أو مسياناً ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأ ولكن ترى على العلم اللي لو ينفع السكين عن كل ضغر أو مهان هذا أحبط نعم أيضاً من المحورات كفركم الله التطير الطيب أي يحرم ممنوع من الطيب ممنوع من أن يتفيق سواء مثالاً الطيب يعني بحوراً أو دهلاً من المحورات أيضاً الرابع تغطية الرجل لرأسه تغطية رأس الذكاري بلبس مثلاً الوجر على الاشباع والطاقية والالالامة والا المرامس والا القلانس فكل هذه المميعة ولكن لا يشدد الإنسان مع الناس حتى المظار لا يدفع لا هذه الأئمة بمناسبة تغلية العصرين ملاعصة. من المحرورات حقيقة الله قلت تذكر المحرم على بدل الضوء وعلى بعض الخميس والصراوين. ولما سئل النبي عليه الصلاة والسلام عما يلبس المحرم. شوفوا كان الجواب عما لا يلبس. جاء السائل السكامات الصحيحين ما يلبس المحرم؟ قال لا يلبس القميس والعمامة والبرانيس والصراوين ولا ثوبا مزه ورسل ولا زعفات ولا الخصفين. يعني ما على ذلك؟ الوس. لهذا بعض الناس يشدد على نفسه لا يلبس رفعه ولا يلبس زعه ويلبس عزام وشدد على نفسه لا يلبس الحمد. شريعة بمنها على الفسر ورفع الحرب. هل يجب المرأة تنبس القفازين؟ وهي محرمة؟ أو تنتقي؟ لا لا تنتقي بالمرأة ولا تنبس القفازين. بل لا يجب عليها الرجال وهي محرمة إلا عند وجود الرجال الأجال. كما في حديث عائشة كان الرغمان ويباب عنها يمرون لنا. ونحن يلباته مع رسول الله عليه وسلم فنجز دينه. احدانا جلباتها من رقصنا على وجهها. فإذا جاوجونا لا يعني لهذا الرجال كشفنا. فإذا كانت المرأة في الخيمة تكشف وجهها. فإذا كانت في الحرب قلها احنام الرجال في قلها من الجمران فإذا فإذا رفض الله تغطي وجهها. وهذا هو حجاب المرأة المسلم يمنغي المرأة المسلم وتعونها بالحجاب والآفاف والآتشام ولا تختذب بالحجاب في الحرم في الحج في العمر ولا حتى في الصلاة في الحرم تختذب بالرجال تقوم في السقوط الخفية. خير سقوط النساء آخر الله. مشابها اول غار. اذا المحرور سادس من المحرورات. نضر الله وجواكم واعاكم وحذركم. ودرك فيكم ما تقبل منا ومنكم قتل الصيد. يا أيها الذين أبنوا لا تقتلوا الصيداء وأنتم حورون. قتلوا الصيد صيد البار. حلنا عليكم صيد الله. ما دمتم حورون. فالمحرم لا يصطاكم. لكن هل يحرم على المحرم صيد البحر؟ أحل لكم صيد البحر وطعامهم. وثاغل البتاغل لكم مبس المرور. ولا يقوم علي ذبح الحيوان الأليف كأن يذبح خوف وغجات. ترابست. لكن لو احتاج إلى فعل المحرور. فحديث كعبه من العجرة. وآية. فمن يغنأه به أهل برأسه تجد. هذا هو المخرج الجوال. السابع من المحرورات. عقد النكاح. فجاه الحاج حج والجائب الزواج. فمعه بالوقت للعقد أو للزواج. عقد النكاح لنفسه أو يعقده لابنته. لا ينكح المحرم ولا ينكح. الله يعقد لنفسه ولا يعقد لابنته. والسعى الله كل الحي استمر. يومين من الثلاث. والفرح ان شاء الله في تعقد الإحرام من المحضورات. ولهذا قال تعالى فمن فرض فيه من الحي فلا وفد. والعلم فقط بالجماعة. ومنها يغنى فض الطماعة والآخذ للآخذ. فلا رفض ولا فسوق ومعاص ولا جدال. الحد. ما في الهوش منهاوش إلا في الحد. الحد ينبغي الحد يتزم عذاب الحد. ولا يجادل ولا يكلم كلامه. بل يتقوم رفع الذكر. والعقابة. وعند يتزم للناس. كلمة الحارة والمثلين منها. في المثلين يكلم كلامه. عدم منه. عدم المؤهرات تاب تاب الحد. فمن ضرب فيه من الحد فلا وفد ولا فسوق ولا جدال في الحد. وما تفعل من خير يعلم الله. وتزول فان خير الزاد تقضع. هل الآية لما يعيد على ثقل الله تبارك وتعالى في الحد. لهذا اعظم زاد وزاد. فلي احرص المجال. الكرار مخدمين الله عليه من وصولنا بيت الله الكرار. ان يتفره لأداء المناسب. وان يحرصوا على الوجه المطلوب. الان الحاجة احرام. هو نزل الى الحرام الى المواقيد الخمسة المعروفة. وهل هي المواقيد نصية او اجتهادية. الذي وردت في الحديث هذه نصية. وقد اختلف العلمان في ذات لذلك. فمنهم من تكر انها ايقاد اجتهاد. في عهد عمر وضي الله تعالى. ولو كان ما فهو سنة الخليفة الراجل. وقد قال عليه الصلاة والسلام عليكم بسنة. بسنة الخليفة الراجلين. المهديين من بعد. هي ورفة الكرام. من فضل الله عز وجل على الحجاج. ان ايقى هذه الولاية التي تعنى بحجاج بيت الله الحرام. وتهتم بهم. وتحرص على عناية 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 تامة لامنهم وسلامتهم. وايضا هذه الخدمات موجودة. والله الحمد لله في الحرامين. في المشاعر المقدسة. فما عن الحال والمعتمد والزائد الا ان يخلص العمر لله. ويتفرق ادام مناسك. ويحرص على السنة. النبي عليه الصلاة والسلام قال خذوا عني. مناسك. ولا يقول مثلا لهم. حنفي والنمالك والنشافي. من الحمدني. مع تقدير المسلم لهؤلاء العلماء المجر لا. الا انهم جميعا. يحرصوا على اتباع السنة. والرد الى سنة النبي عليه الصلاة والسلام. وفي وقت البدع. والمحتفات والمخارفات. والطرق والجماعات والاحزاب. والتنميمات المشبوعة. يحرص المسلم على التجربة. ودريمه. واليتام والسنة. ومنهج السلف الصالح. رحمهم الله. الذي ينبغي أن نعنا به. وهم صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم. الصحابة رضي الله عنهم. عقيدتنا فيهم جبهم. والترطي عنهم. وعدم الوقيعة بهم. ولا فيما شجر بينهم. لا يجوز المسلم أن يتعرض للصحابة. أو يقع فيهم. أو لا يترضى عنهم. بل يجب أن يترسم هديهم. والسابقون الأولون من المهاجرين والأنصاء. والذين انتبعوا بإحسان. رضي الله عنه. ورضوا عنه. لقد رضي الله عن المؤمنين. إن يبادعون كتلك الشجرة. وقد ظلت فهام من الناس. طعنت في صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم. وفي زوجات رسول الله عليه الصلاة والسلام. والطاهرات الأمهات المؤمنين. ورفعوا عخيرتهم في الطعن في هذه الأمة. وبث الفرخة والطائفية. والخلاف والفتن فيما بينها. فكف الله شرهم. ومنع المسلمين باتباع الكتاب والسنة والعقيدة الصحيحة. ووفقهم لأداء الحق. على وفق هدي سنة رسول الله عليه الصلاة والسلام. آمنين. وطمئن لي. جعل الله حج المحجاج مبرورة. وسعيهم مشكورة. وذنبهم مغفورة. وحفظهم. وحفظ أمنهم. وسلامتهم. وطمئنتهم. وجد الله. ولا تأمرنا كل خير على جهودهم في خدمة المحجاج والمعتبرين. والمعتبرين. الله الله في وحجات. برعاية أمر البيت. وسلامة المسلمين. وعدم الإذاء لهم. وعدم التزاحم عند الأبوار. وفي المطاف. وعند المسعى. وكذلك عندما بالجمعات. الحق. فرصة. الخلق القوين. والشمائل العظيمة. وتجسيد وحدة الأمة على الختام والسمنة. إن هذه أمتكم أمة واحدة. حفظ الله الحجات. وحفظ أمنهم. وسلامتهم. وحفظهم من كل شر. وسوء. وفتنة. ومقروب. اللهم أن أراد بنا. وبحجات بيتك الحرار. وبالحرمين الشريعين. وبالمسلمين شر. فاجعل شره عليه. ورد كيده في نحره. اللهم اغفرنا شر الأشغار. وكيد الفجار. وشضر طوالم الليل. والنهار. واحفظ الخجاجة. وسلم المعتمرين. والزائرين. واجعل حجهم مرورا. وسعيهم مشكورا. وذنهم مغفورا. يوفقهم لأداء مناسكهم. آمنين. مطمئنين بكل يسر وسهولة. يا رب العالمين. إنك الجواد الكريم. واخر لعوانا. الحمد لله رب العالمين. وصلى الله وسلم على نبينا محمد. وعلى آله وصحبه الفعيل. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.